الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرات السادة والسيدات إخواننا أحبابنا رئيس سفير دولة الفلسطين الحبيبة نرحب بكم بهذه البقعة المباركة وعلى سطح هذا المسجد المبارك ونرحب بضيوف الكرام الذين جاءوا معكم أهلا وسهلا وسهلا بكم بين ظهراني إخوانكم نرحب بكم باسم الخليفة وباسم المدينة وباسم كل المسلمين المسلمين الذين وفدوا إلى هذه المدينة مدينة شيخ إبراهيم احتفالاً احتفاءاً بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نستوحي من إحياء ونستنبت من إحياء يوم مولده كيف نحب الإسلام وكيف نحب إخواننا المسلمين وكيف نحافظ وندافع عن مقدسات المسلمين ونشكر فضيلة الشيخ محمد المأمون الذي أسس هذا اليوم أسس هذا اليوم شعوراً منه لما كان مولانا الشيخ إبراهيم رد الله يحمل من هم القدس هم تحرير القدس الذي حقيقةً من صلب الإسلام دفاع عن القدس دفاع عن الإسلام ودفاع عن الأمة ولذلك جئنا هنا نيابة عن الخليفة ونعادد ونؤيد الشيخ إبراهيم مأمون الذي مشى على درب والده في إحياء هذا اليوم المبارك الذي إحياءه في مدينة شيخ إبراهيم يعني إحياءً له في كل بلاد المسلمين لأن الذين حضروا في هذا اليوم جاءوا من كل بقاع الأرض وكل واحد منهم سوف يرجع يحمل معه هم القدس الذي هو من الإسلام من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم نشارككم هذا الحب الذي أنتم فيه للقدس ولا نرضى أن تكونوا أنتم أحب للقدس مننا لأننا نحب القدس حباً في الإسلام وحباً في رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشي على درب مولانا شيخ إبراهيم رضي الله عنه الذي ما فتئ في كل مكان وضع فيه قدمه إلا دعا المسلمين إلى الإسلام ودعا إلى توحيد الرابطة بين المسلمين وقد كانت له علاقات مع القدس في أول حجته بلقائه بمفتي ديار القدس في ذلك الوقت ومنذ ذلك يجول ويصول في هذا المدمار ونحن معه ومعكم في الدفاع عن الحق والدفاع عن حقوق المسلمين والشيخ إبراهيم رضي الله عنه وكان يدعو إلى السلام ويقول أن الإسلام حتى من الصلاة نتعلم أن الإسلام جاءنا بشيئين بداية الصلاة نفتتحها بالله أكبر تعظيم الله تبارك وتعالى ونهايتها السلام عليكم ونحن نومن ونقتنع يقيناً أن تحرير القدس من أسباب السلام والأمن في العالم كله كل المشاكل التي نراها اليوم سببها تفريط المسلمين عن القدس لو تحرى الفلسطين وتحرر القدس ورجع الحق إلى أصحابه لعاش العالم كلهم في سلام ولذلك نؤيد تحرير القدس ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا إلى السلام لكن تحرير القدس أكبر سبب في هذا العصر لأن يعم السلام ندى الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويجمع كلمة الأمة لو اتمعت كلمة الأمة ليلة واحدة أو يوما واحدا لن تهينا من هذا وأصبحنا في عالم يعمه الأمن والسلام والعدالة والحرية والوئام ندى الله تبارك وتعالى ببركة هذه الليلة المباركة الليلة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أسري به إلى القدس سبحانا الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ينبغي أن نحافظ على هذه البركة ونعيش من ثمار هذه البركة وندى الله تبارك وتعالى أن يسدد خطانا وخطاكم ويوفقنا جميعا لما يحب ويرضى ويداوي بمنه قلوبنا المرضى ويذدنا محبة في رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تزداد بازدياد الألفاس لا يمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفس التي بين جنبي وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يختصرنا الكلمة لأن الوقت يداهمنا الصلاة الآن حان وقت الصلاة إن شاء الله نحتمو